السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل وسلام بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي الفيديو النهاردة مهم جدا 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 عشان تقلبات الجو وعشان الأمراض اللي عملة تظهر وعلشان الكاتاكيت اللي بيجي لها برد وبيجي لها جنباره وبيقلب بعد كده بحاجات ومشاكل كتيرة وبتموت مننا وبتكمش وبتبقى سقعانة وبردانة أهم الحاجات ديا أن أنت في البداية خالص تحافظي وتاخدي بالك من درجات الحرارة ومن الجو طول ما الكاتاكيت بتاعتك أقل من عمر 20 يوم سواء بط فراخ بيضة أي نوع أقل من عمر 20 يوم أو 25 يوم لازم تخلي بالك قوي قوي من درجة الحرارة ومن التدفئة ومن الرعاية ممكن تكون مدفية المكان ومكتماه بس تحت رجل يوم مبلول يبقى كنا كنا ما عملناش حاجة الرتوبة جاية لهم من تحت يا قطة ممكن بعد كده الرتوبة تكون جاية من حتة مفتوحة فيها هوا ومدخلة لهم سرسوب هوا مش معنى كده ان احنا هنكتم خالص خالص ونقفل عليهم يعني لأ درجة الحرارة تكون حلوة وجميلة ويكون الفرخ قدامك بيلعب كده ومزقطت ومزبوط قوي دي اهم حاجة عندك شباك بحر يقفلية الايام اللي جاية دي انا بقول لي قوات النهاردة من اول يوم اللي عنده شباك بحر يقفلوا اللي عنده باب مفتوحة البحر يعني ما يدخل يقفل تحو بالراحة ويقفلوا بالراحة خلوا بالكو درجة الحرارة دي لما بتنزل مرة فجأة كده بتيجي على دماغنا احنا سواء في العالة الصغيرة او في الطيور وحتى الناس الكبار يعني بيجي لهم برد فربنا يسترها ان شاء الله دي حاجة مهمة كنت عايزة اقولها الفراخ دي فراخ ساسو شفر يعني الربع 25 يوم وهوات ما شاء الله يعني هم كانوا جايين يوم اتنين في الشهر ودوت او يعني هم تقريبا في الوقت ده عمر 25 يوم عايزة اقولك النهار ده على ارخص ارخص مضاد فيروسي ممكن بشري ممكن تجيبيه للطيور بتاعتك ارخص من الزيفوراكس ومشاء الله حلو جدا زي وزي الزيفوراكس الناس اللي ما تعرفش يعني ايه مضاد فيروسي لما بتطير بتبقى تعبانة فبيبقى اما بكتيري او فيروسي يعني اما المرض اللي عندها مرض بكتيري او مرض فيروس نتيجة فيروس او نتيجة بكتيري اه فيه انواع من الامرات كده زي البرد والكحة والحاجات دي معروف انها فيروسات تمام حاجات التنفسية فيه حاجات معظمها يعني الغالبية منها لكن فيه حاجات بكتيرية بس الغالبية منها فيروسات فانا لما ادي مضاد فيروسات ورافع مناعة زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت على رفع المناعة اه لما اديهم للطيور بتاعتي كويكاية مش هيتعبوهم خالص مش هيبقى لهم اثار جانبية بالعكس هيخلوا الطيور بتاعتي كوية جدا جدا هقولك بالضبط ازاي تحطيهم يعني ازاي تستخدمي الرافع المناعة ده سواء جبتي رفع مناعة ومضاد الفيروسات رفع مناعة اميولانت او النوع اللي هقولك عليه او جبتي زي فوراكس او النوع البديل اللي هقولك عليه رخيص برضه النوعين اللي انا بتكلم فيهم دوره خاص جدا جدا بشري مفعولهم قوي جدا لو الطيور تعبانة بتستخدميها كل يوم لمدة اربع او خمس ايام حلو جدا احسن ما تستخدمه مضاد حيوي لان انت لو طيورك تعبانة او استخدمته مضاد حيوي التعبان بيموت فبدلا لما التعبان ده يموت ممكن نستخدم له هو انحاكتين تانين يخلوه يقدر يقوم ويعيش ويبقى كويس يبقى انا ليه اخسر طيوري المضاد الحيوي بيهلك الطيور وما ينفعش حطه للوقاية وما ينفعش حطه الا في حالات معينة كده هي اللي لازم ينفع فيها مضاد حيوي لكن غير كده لأ فاهم حاجة ان احنا نشوف الحالة الصحة المناسبة للطيور بتاعتنا حلوة اوي مهمة اوي مفيد اوي انك تستخدمي رفع مناعة ومضاد فيروسات في الفترة اللي احنا فيها دي استخدميهم كوقاية اتكلمنا على الرفع المناعة اللي قلنا عليه البديل في الحلقة اللي فاتت والنهاردة هنتكلم عن اللي هو ارخص رفع مناعة في الحلقة اللي فاتت وهتكلم عن ارخص مضاد فيروسات بشري برضو زي ما قلنا ارخص رفع مناعة بشري ده ارخص مضاد فيروسات بشري تقدر تجيب الاتنين دول وتستخدميهم كوقاية مرة واحدة كل اسبوع كوقاية وان شاء الله هتلاقي طيورك حلوة جدا جدا نتيجة استخدامهم وهيبقى عندهم مقاومة للامراض لا قدر الله الجو برده ومرده هيخفه على طول من مجرد انك تعملي مثلا خلط الطوم والبصل والخل واللمون مجرد ما تعمل الخلطة ديان يومين ثلاثة مع الرفع المناعة ومضاد الفيروسات خلاص اتبسط لقيم خفه لو هم عندهم مرض بنحط رفع المناعة ومضاد الفيروسات خمس ايام وراء بعد لو هم ما عندهمش مرض وبنحط للوقاية بحطهم مرة كل اسبوع بنحط تقدر ايه بقى الرفع المناعة انا هكون نلمت عنه كتير في الحلقة بتاعته فهنتكلم عن مضاد الفيروسات مضاد الفيروسات اللي معنا النهاردة وهو ارخص من الزيفوركس بس ممتاز اسمه لوفير اسمه موجودة هوت وكمان صورته هتبقى موجودة قدامك دلوقتي لوفير ده عبر عن اقراص تمام عشر اقراص عشر اقراص دول بكام بقى باستاني بـ 18 جنيه تخيالي الزيفوركس بـ 50 جنيه تقريبا يعني بحاجة واربعين انما دول بـ 18 جنيه هنحط قرص نطحنه كويس وندوبه على 3 لتر مية ونقدمه الطيور بتاعتنا 3 لتر مية دول لو انتي مثلا عندك 10 يعني هيكافهم لمدة يومين لو عندك 20 هيكافهم يوم لو عندك 40 هامليه قرصين كله قرص على 3 لتر يعني كل 3 لتر ليهم قرص ايه من اللوفير ده اللوفير ده جميل جدا 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 زي ما قلت لك كده هتستخدمي الصبح مضاد فيروسات واخر النهار رفع مناعة مرة او مرتين في الاسبوع قويقاية طيورك داخل عليهم بردة او داخل عليهم مشاكل يبقى اجيب اجيبهم وحط المضاد الفيروسات الصبح وقرص على 3 لتر مية ورفع المناعة بعد الظهر برضو كابسولة على 3 او 4 لتر مية خلاص تمام مع الموضوع دوت لازم اعمل خلطة البصل والتوم والخل واللمون ولو زودتي كركم هيبقى جميل بصل والتوم وخل واللمون وكركم هعملهم ازاي هتحنم في الخلط مع بعض وهصورهم كويس قوي التفل هحطه على الاكل والمية هحطه لهم على المية يبقى انا كده هسك الطيور بتاعتي 3 مرات فحاول ان انا اقلل كمية المية علشان يشربوها وعشان هعرف اعطش طول النهار فعلى قد ما تقدري اقللي كمية المية بحس يشربوها وانت وقفة يعني انا لو قسرت مثلا لو طحنت كابسولة او قرص من اللوفير ده على 3 لتر مية وكتاكيت صغيرين هحطهم في ازازة بقولك على تفاصيل اللي هتحطي بها بقى هحطهم في ازازة وكتاكيت دول بيشربوا لتر مية في اليوم طب خلاص انا احط لهم ربع بقى ربع لتر كل معطشهم قوي قوي واملى لسقاية الصغيرة دي نصها او ربعها واحطها لهم على العطش خلاص كده شربوها وخلصها للاخر عشان حرام دي فلوس ده دوا شربوها وخلصها للاخر اروح دخل عليهم بخلطة الخل والتوم برضو حبس غنانة خالص على المية على حشوات مية صغيرين واقلبهم يعني مثلا تحطي 10 سنتي من الكمية اللي انت عملها والباقي احطي لطيورك التانية 10 سنتي وحطيهم على نص لتر مية وحطيهم لهم خلاص هيشربوهم مثلا كده بعد كده هسيبهم يعطشوا وبعدين باخروا النقار بقى احط لهم برضو نفس الحكاية من الحاجة التالتة دي الطريقة اللي انت هتحطي مسلا احط طب احطوا كل دول امتى بانت قطيلي على كزا حاجة في اليوم بانت شغال الفهامة بتاعتك يا فهيمة وشغال دماغك النسبة اللي احنا عايزينهم ياخدوها انا بحط مثلا القرس على 3 لتر مية 3 لتر مية دول شربوهم في يوم في اتنين في تلاتة حسب سنه وحجمه وعدد الطيور اللي عندك مش هتفرق معاك بقى خلاص المهم ان هو القرس على 3 لتر مية شربوهم في قد ايه ديت مش مشكلة ممكن بقى لو هم حاليتهم تعبانة او بعالج يبقى هو ده بس وهعتشهم اوي اوي وهعمل القرس على لتر واحد مية تمام لان انا عايزاهم ياخدوا القرس كامل لما يكونوا عينين هعملوا القرس على لتر واحد او على نص لتر كمان مية ودوبوا وادوهولوا المركز لما يكونوا عينين وعايزا ايه اديهم الدواء هو القرس ده عايزاهم ياخدوه فيبقى هحطوا على شوية ما صغيرين بعد الظهر نفس الحكاية في الثاني في وسط اليوم هحط بقى ايه الخلطة اللي انا عملتها دي ممكن الخلطة